طيب مضماض عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمين المال والمسؤول عن المالية والمشاريع اليوم كان نضمه هذا الندوة الصحفية من أجل أن نقدم المطالب ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا المطالب التي تشمل كل مجالات ديال حقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحقوق السياسية والمدنية حقوق المرأة حقوق الطفل حقوق المهاجرين واللاجئين حقوق الشباب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق المسنين وكذلك سنطرق فيها للجديد في التشريعات المغربية وعلاقتها مع المنظومة الحقوقية الدولية ومع هيئات الأمم المتحدة طبعا هذه المذكرة هي مذكرة طاولة ولكن سنحاول نركزه من أجل أن تكون الصحفة على علم بما تتضمنها هذه المذكرة لأنه كان نعتبر على أن نساء ورجال الإعلام هم كذلك مدافعون ومدافعات على حقوق الإنسان ساميرة بوحية نائبة رئيس الجمعية المغربية حقوق الإنسان يوم فهد الندوة التي تتضمن العمل الجمعية بين 10 ديسمبر 2021 و10 ديسمبر 2022 لرصد كل الخروقات والتغارات القانونية التي تشبه وكذلك القوانين وكل المستجدات في مجال حقوق الإنسان وذلك بمناسبة 10 ديسمبر يوم العالمي حقوق الإنسان بالنسبة لنا في الجمعية هناك ملفات التي سيتم التطرق لها سواء في تصريح الصحفي أو من خلال الندوة الصحفية وكذلك أريد التركيز على مجال حقوق المرأة حقوق الذي يعرفه مؤخراً واحد حراك تقوده الحركة الحقوقية والنسائية من جهة والتصريحات المتضاربة لوزر العدل وكذلك مكلفين يعني ليس وزير العدل لأن وزير العدل هناك القانون الجنائي كذلك يناقش ولكن الوزارة المكلفة هي وزارة المرأة كان بيودنا أن يكون تطرق الموضوع سابقاً لأن الجمعية عبرت على رأيها منذ صدور المدونة أنها تشبه يعني صغارات قانونية كثيرة واللي سببات في يعني ارتكاب خروقات كثيرة في صفوف النساء حالياً هناك الحديث عن تعديلات موقف نحن واضح هو أن المرأة المغربية يعني خاصها مدونة جديدة مبنية على المساواة بين الجنسين اللي تكون تنصيص عليها واضح وتكون كتضمن جميع الحقوق ديال المرأة كذلك نلاحظ وهذا مشار له كذلك في التصريح أن هناك يعني تزويج القصيرات واللي يعرفوا حل الارتفاع مهول وعوض أنه كان استثناء أصبح قاعدة هناك يعني طفلات لي هنا بقين في عمر تمدروس كالقوهمية إما متزوجات أو عاملات كذلك في البيوت وهذا هو خرق في حق الطفولة وتتوصية اللي كانت مؤخراً لجل الأممية هدرس على حقوق النساء اللي هي متردية وكذلك حقوق الأطفال كذلك الغتصابة التي انتشرت بشكل مهول في صفوف الأطفال واللي كانت واحد تطبيع خطير معها أصبح يعني أحكام اللي هي مخففة ويعني طفولتنا أصبحت في مهب الريح لأنها أطفال يعني يتعرضون للغتصاب مشنو كانت نصادروا منهم مستقبالاً يا إما غيكون مجريم يا إما غيكون يعني مريض نفسي اللي غيكون عبء على الدولة عوض أنه يكون رافعة لتقدم البلاد عبد السلام للإستاذ الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أولاً شكراً على التغطية ثانياً نحن ننظم هذه الندوة الصحفية في سياق تخليد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لليوم العالمي لحقوق الإنسان عشر دجنبير الذي يصادف هذه السنة الدكرة الرابعة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لماذا هذه الندوة الصحفية؟ هذه الندوة الصحفية الهدف منها هو أننا نريد أن نقدمه واحد جوش الوطائق الأساسية للرأي العام ومن خلاله كذلك ومن خلال الصحفة للمسؤولين الوطائق الأولى هي تصرح صحفي وهو يتضمن تقريباً مجمل مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تتبعها لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا ولمستجدات هذه الأوضاع التي يمع الأساب في تدهور مستمر على كافة المستويات والوطيقة الثانية هي المذكرة المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه المذكرة التي تقريباً تتضمن حوالي 150 مطلب حقوقي وكان نتظرها مطالب أساسية وبالفعل كان نسميها المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي دعبت الجمعية كل سنة بمناسبة لهم العالمي لحقوق الإنسان أنها تقوم بتحيينها وتنقيحها وتجديدها وإرسالها إلى كافة الجهات المختصة وخصوصاً رئاسة الحكومة، رئيس غرفتي البرلمان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزارة العد إلى آخره هذه المذكرة كانت تابر أن المطالب التي تضمنها مطالب أساسية ونناضل ونلح من أجل الاستجابة لتحقيقها سواء تعلق الأمر لحقوق المدنية والسياسية وفي مقدمة الحقوق المدنية والسياسية وضعية المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي والمدونين الموجودين في السجون في ظروف جد سيئة حيث نطالب بإطلاق صراحهم فوراً ودون شروط كذلك استقلال القضاء الذي مع الأسف ما زال يستطمر ويستعمل لتصفية الحسابات السياسية مع كل صوت معارض السياسات الحكومية المتابعة كذلك لم يسوا الحقوق الصدية والاجتماعية والثقافية هذه الموجة الغلاء القاهرة التي أرهقت جيوب والمواطنة والمواطنين كان طالب بوضع حد هذا الموجة من الغلاء لأنها تضرب في الصميم الحياة الكريمة المواطنين والمواطنين كذلك الوضعية ديال التعليم الذي يجعل المغرب في وضعية جد متأخرة مقارنة حتى مع جيراننا وضعية ديال الصحة التي أصبحت في خبركان وضعية السكان الغير اللائق حيث أنه مؤخرا هناك هجوم كبير ديال الدولة على الحق في السكان وتشرد المواطنين وإفراغهم من الأراضي ديالهم اللي هما ساكنين فيها منذ سنوات وتفويتها الخواص الخدمات الاجتماعية المنهرة إلى آخره إذن مذكرة شاملة سنطلعكم عليها بعد قليل عند بداية الندوة من خلال تصريح الصحفي وكذلك سنضعوا رهنا إشارتكم هذا التصريح وهذه المذكرة وسنكونوا رهنا إشارتكم كذلك للإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات ممكنت في الجوالنا تابعونا على مواقع التباصل الاجتماعي أمت نساوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبني بشيوصلكم كل جديد